بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لو كنت مهتما بالقضاء الفكرة المعصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلابد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتي كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة ذكرنا من قبل في فيديو سابق أن دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستجاد وهذا أمر منقول عند المسلمين بالتواتر فهو ثابت تاريخيا ولا شك في ذلك واليوم سنعرض بعض الروايات المتعلقة بالدعاء المستجاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ذلك يجب التأكيد على أكثر من نقطة أولا يجب التأكيد على أن إثبات الدعاء المستجاب تاريخيا يبطل ويقضي على المذهب الربوبي تماما ويكفينا لإثبات بطلان المذهب الربوبي إثبات الدعاء المستجاب ولو لمرة واحدة فقط تاريخيا ثانيا يجب التأكيد على أن أدعيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستجابة كانت لها ظروف خاصة جدا فأحيانا نجد أن الله عز وجل استجاب لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فورا بعد انتهاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء وأحيانا نجد أن نتائج دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها معجزة ولا يمكن تفسرها أبدا بشكل طبيعي ويجب أن نؤكد على أن الروايات التي سنقوم بعرضها اليوم روايات في أعلى درجات الصحة روايات موجودة في صيح البخاري وفي صحيح مسلم ويجب التأكيد على أن علم الإسناد وعلم مصطلح الحديث تاريخ حقيقي فبما أن هذه الروايات روايات صحيحة عند المسلمين فهذه الروايات ليست مجرد حكايات ولكنها تاريخ حقيقي وواقع وبعض هذه الأحاديث وصلت إلى درجة التواتر أعلى درجات الصحة وأعلى درجات الإثبات التاريخي وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يجب مراجعة الفيديوهات السابقة التي تكلمنا فيها عن التراث الإسلامية تحدى وعن الإسناد فخر المسلمين وعن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين التاريخ والأسطورة نبدأ الآن بعرض بعض الأمثلة لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستجاب هذه الرواية موجودة في صيح البخاري وفي صحيح مسلم نقرأ من صحيح مسلم عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوموا إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد سلى الجزور يعني بقايا الحيوان المسبوح بقايا متعفنة من الحيوان أبو جهل عايز حد يأخذ هذه البقايا ولما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسجد يضع سلى الجزور على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبعث أشق القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا يعني بدأوا يضحكوا ويضحكوا بعض على المنظر وجعل بعضهم يميلوا على بعض وأنا قائم أنظروا لو كانت لي منعة طرحته عن ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن مسعود بيقول أنه كان مستضعف وكان خايف من بطش كفار قريش وما كانش عنده حد يحميه لو رفع الأذى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل دا والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أنت متخيل كل دا النبي ما خرجش من الصلاة أصلا فضل ساجد بسبب الحمل اللي على كتفه وبنته فاطمة جت وشالت الحمل من عليه فكمل النبي صلاته ولما فرغ أو قضى صلاته حصل إيه رفع صوته صلى الله عليه وسلم ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته خلاص الموضوع ما بقاش مضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته ورفع صوته وبدأ يدعي عليهم اتخدوا كلهم وسكتوا وما بقاش فيهم حد بيضحك وخافوا من دعوته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيت وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق عبد الله بن مسعود بيقول لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر هذه الرواية فيها دلالتين أولا كفار قريش كانوا بيخافوا من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي عقل أخاف من دعاء شخص وهو نبي أو رسول كاذب كانوا عارفين في قرارة قلبهم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولو دع عليهم مش هيصبهم خير أبدا وبالفعل الله عز وجل استجاب لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل اللي ذكرهم بالاسم ماتوا في غزوة بدر ننتقل إلى رواية أخرى عظيمة جدا عن دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نقرأ الرواية من صحيح مسلم عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا يعني إيه الكلام ده أولا إن غزوة بدر ما كانتش غزوة عادلة الكفار كانوا أكثر عددا وعتادا بالإجماع وفي أي ظروف دنيوية المفروض المعركة دي كفار قريش كانوا يمسحوا المسلمين من على وجه الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مدرك إن بالموازين الدنيوية المفروض الكفار يفوزوا على المسلمين لكن لو الكفار فازوا على المسلمين ده معناه انتهاء الدعوة الإسلامية وانتهاء الإسلام فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل إيه فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه فجعل يهتف بربه الحديث ده دليل على إن رب المسلمين هو رب العالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض يعني لو المسلمين كانوا خسروا غزوة بدر ما كانشي هيبقى فيه إسلام وكان الكفر هو اللي عم على الكرة الأرضية ونتذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فما قته مغربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني الغالبية العظمى من أهل الأرض كانوا على الكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حاطط رداء على كتفه وهو بيرفع ايده سقط هذا الرداء من على كتفه فأتاه ابو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وهو علشان كده اسمه ابو بكر الصديق فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة وباقي الرواية فيها شهادة أن بالفعل الملائكة نزلوا وقتلوا من الكفار وأثروا من الكفار هذه الرواية في غاية العظمة وفيها دلالات كثيرة جدا زي ما قلت أولا حسب المقاييس الدنيوية كان المفروض الكفار هم اللي ينتصروا على أهل الإسلام ويقضوا عليهم في هذا الحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدرك هذا فدعى الله عز وجل فاستجاب له الله حالا وفورا الرواية بتقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه الله إله الإسلام والله إله الإسلام استجاب وهذا دليل أن رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين ودايما بقول أن أي شخص منصف يدرس غزوة بدر من الناحية التاريخية سيدرك بما لا يدع مجالا للشك صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى رواية أخرى متفق عليها موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم الرواية تتكلم عن بداية حجرة المسلمين من مكة إلى المدينة والمدينة كانت مليئة بالأوبئة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل إنه يحبب إلى قلب الصحابة المدينة وإنه يزيل عن المدينة أي وباء أو مرض نقرأ من صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبئة مليانة بالأمراض فاشتكى أبو بكر يعني أبو بكر مرض وفيه روايات كثيرة بتتكلم عن ده فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه الصحابة بدأوا بيشتكوا الظروف وحشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مليانة أمراض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظروف صعبة جدا في المدينة نشوف مكان تاني نعيش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حبب تمكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا بأكثر من شيء وكل هذه الأشياء بالفعل تحققت أولا حب المدينة في قلوب المهاجرين والأنصار ثانيا إن المدينة تبقى بيئة صحية وإن الوباء والأمراض تزول من المدينة ثالثا إن المدينة كما كان عايشين فيه يكون مليء بالخير والبركة لكن أبرز دلالة على إن هذا الدعاء المستجاب معجزة إن المدينة بالفعل كانت مليئة بالوباء وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصابهم المرض والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل إنه يذهب عن المدينة هذا الوباء وبالفعل صح أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزال المرض من المدينة والنبي والصحابة عاشوا في المدينة في أحسن حال وإلى اليوم مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الأماكن على وجه الأرض اللي ممكن تعيش فيها ننتقل إلى رواية أخرى تتكلم عن دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنزول المطر ومش بس كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا بنزول المطر فالمطر فضل مستمر لمدة أسبوع كامل والمطر لم ينقطع إلا لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله مرة أخرى إنه مش يوقف المطر لا إن المطر ينقطع في أماكن معينة ويكون أو يستمر في أماكن أخرى معينة طبعا مثل هذا دليل على إن دي معجزة ولا يمكن تفسير هذا بأي طريقة طبيعية خصوصا في الظروف اللي احنا هنقراها دلوقت هذه الرواية متفق عليها موجودة في صيح البخاري وفي صيح مسلم سنقرأ من صيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي القصة أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني هذا الشخص واقف وباصس للنبي ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا يعني الحالة قرب خالص والدنيا نشفة تماما والناس عملا تموت والبهاين بتموت بسبب الجفاف وانقطاع المطر قال أنس بن مالك رضي الله عنه فرافع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة يعني إيه الكلام ده يعني السماء ما كانش فيها ولا سحابة وحدة المطر هيجي منين وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت سحابة كده لقوها جاية من وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت والمطر بدأ ينزل استجابة فورية لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ظروف استثنائية لا يمكن تفسيرها بشكل طبيعي قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما رأينا الشمس سبتا يعني الغيمة دي أو السحابة دي فضلت تمطر لمدة سبت أسبوع يعني وما شفوش الشمس من ثقل هذه الغمامة والدنيا عمالة تمطر 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 قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يعني من الجمعة للجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا يعني المطر بقى شديد جدا جدا من كتر المطر بقى في سيول قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت استجابة فورية للدعاء المطر وقف عليهم واستمر في الأماكن اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليها وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول هو نفس الشخص اللي طلب يعني قال لا أدري إذن الرواية بتتكلم عن ظروف استثنائية وعن استجابة فورية لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى آخر رواية هنعرضها في هذا الفيديو رواية تتكلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنه كان في ظروف معينة وكان عليه دين ومحتاج يسدد هذا الدين هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم يعني كان عليه دين أبوه مات يوم أحد وكان عليه دين والناس بدأوا يطلبوا بشدة احنا عايزين تسدد لنا هذا الدين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلوا أبي فأبوا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للناس اللي ليهم دين خدوا الثمر ويبقى الدين تسد فهم مرديوش مرديوش ليه غالبا لأن الثمر كان سيء الثمر ده ما كانش حلو فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله يعني بكرة الصبح هفوت عليك فغد علينا حين أصبح فطاف في النخل ودع في ثمره بالبركتي الثمر بتاع الشجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله ودعالوا بالبركة في هذه الثمار فإن حصل حصلت البركة بالفعل في هذه الثمار جابر بن عبد الله وجد هذا فعمل إيه فجدتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية يعني الثمار بقى فيها بركة لدرجة إن استجابة فورية جابر بن عبد الله وجد إن الثمار بقت ممتازة فرح قاطف الثمار وداها للناس اللي ليهم عنده دين سدد الدين تماما وفضله بقية من الثمار وبعدين جابر بن عبد الله عمل إيه ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك يعني قال له إن الدين يتحلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر عمر بن الخطاب اسمع وهو جالس يا عمر بيقول لهم اسمع اسمع القصة سيدنا عمر قال إيه فقال ألا يكونوا أو ألا يكون يعني القضية مش مستغربة إن بالفعل النبي دعا في الثمار بالبركة فحصلت البركة فقطف الثمار فرضيوا بالثمار بعد ما كانوش رضيين أول مرة وخدوها وفضل كمان لجابر بن عبد الله بقية فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول ألا يكونوا يعني الموضوع مش مستغرب قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك روايات أخرى كثيرة جدا تتكلم عن استجابة الله عز وجل لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان هذا الدعاء كان في ظروف استثنائية وفي كثير من الأحيان استجابة الله عز وجل لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بشكل ثوري فور انتهاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء هذا كله بيثبت بما لا يدع مجالا للشك بطلان المذهب الربوبي وبنأكد على أن هذه الروايات في أعلى درجات الصحة مرضيتش أجيب روايات خارج عن صحيح البخاري وصحيح مسلم أنا سأكتفي بهذا القادر في هذا الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بالزارة صفحتنا على بيتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته